اشتركوا في القناة هي من درجات الآخرة ليست من درجات الدنيا التي ارتفاعها ربع متر مثلا بين كل درجة والدرجة التي تليها مثل ما بين السماء والأرض فإذا كانت درجات من هذا النوع فكيف تكون هذه المسافة المسافة لا يمكن تقديرها في مقاييس البشر حيث لا يعلمها إلا الله جل وعلا يقول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب لا لا يمكن لأن الآثار المترتبة على العلم والجهل متباينة فالعلم يصحح الأعمال وترفع به الدرجات والجهل بضد ذلك الجهل قد يكون بعدم العلم بخلو النفس من العلم وقد يكون بالعمل بما يخالف العلم ويضد العلم فالذي يعصي جاهل ولو كان من أهل العلم في تقدير الناس وحسابه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة توبة محصورة إنما أدت حصر فالتوبة محصورة في من يعمل السيئات بجهالة ما معنى جهالة؟ يعني لا يعرف الحكم قد يعرف الحكم ويعرف دليله يعرف أن شرب الخمر حرام والزنا حرام ومع ذلك يخالف يعرف يعرف الأدل على ذلك هل نقول هذا جاهل؟ نعم جاهل وإلا لقولنا لا تصح توبته إذا كان عارف بالحكم ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فالعاصي جاهل العاصي جاهل ولو كان عارفا بالأحكام بأدلتها ومع الأسف أنه في الأزمان المتأخرة يكثر هذا النوع تجد من حملة الشهادات ومن تعلموا السنين الطويلة وعلموا تجد مزاولون المعاصي هؤلاء جهال وإلا قلنا إن التوبة لا تصح منهم بدلالة الحصر في الآية فالعاصي جاهل والعامل العالم العمل هو الثمر من العلم وهو يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل كما قال علي رضي الله عنه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة